مجددا نرحب بكم مع الجديد في الفيزياء السؤال الكوني الكبير هل أخطأ أينشتاين حقا في فهم الزمان؟ واحدة من المشكلات التي تواجه الزمن في نظرية ألبرت أينشتاين نسبية العامة وهي أن الزمن كما يبدو لا يجري بل هو موجود في الوقت نفسه سواء كان ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا بالتالي لا يوجد أيضا شيء يمكن أن نسميه الحاضر ولكن لكن ذلك في مجمل يخلق طونا حتميا كل شيء فيه محدد بدقة يحاول فيزياء سويس ليدعى نيكولاس جيزن أن يناقض هذه الفكرة بالقول أن الكون غير حتمي وتسلسل الزمن فيه يشبه الأرقام التي تتولد بعد الأرقام العشرية في بعض الحالات بذلك يكون مضي الزمن ظاهرة إبداعية تولد بسببها أرقام جديدة كلما مر الوقت هذا التقرير يقدم تلك النظرية الجديدة بأسلوب بسيط قدر الإمكان لكنه لا شك معقد بعض الشيء ويحتاج إلى بعض التركيز ونص الترجمة أنه لهذا السؤال يعني لوضع جواب لهذا السؤال الأكبر على الرغم من أن شعورنا بأننا نتأرجح بالزمن بين جمود الماضي وأفاق المستقبل المفتوحة فإنما يظل غريبا هو أن الحاضر لا يظهر في أي مكان بين قوانين الفيزياء الحالية في نظرية نسبية لإيلبرت آينشتاين على سبيل المثال دمج الوقت مع الأبعاد الثلاثة للمكان طول عرض ارتفاع مشكلا سلسلة متصلة هي نسيج الزمكان وزمكان هي دمج المفهوم الزماني والمكاني بأبعاده الثلاثة بأبعاد المكان الثلاثية التقليدية وأضيف إليها الزمن باعتباره بعدا رابعا يطلق آينشتاين على هذه الفكرة الكتلة الكونية بلوك يونيفيرس التي تشير التي أشار إليها في الفيزياء إذن هنا المفهوم أيضا عودا على بدء أنه مفهوم الكون أو السؤال الأكبر لكون هل أخطأ آينشتاين حقا في فهم الزمان ترجمة نانسي قنقر